اشتركوا في القناة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد الخليفة وكأس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفاب الاسخيرة كما حضر السباق سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وعدد من أصحاب السمو وقام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بتقديم كأس سموه للشوط الثامن إلى سلطان بن شريم كما قدم كأس سموه للشوط الخامس إلى المضمر الفائز تيريكين فيما تسلم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة كأس سموه للشوط السادس من سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة بعد فوز الفرس سابرينا لسطبل فيكتوريوس بالمركز الأول في الشوط السادس فيما قام سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة بتقديم كأس الشوط الأول إلى المضمر الفائز عبدالله كويتي وكأس الشوط الثالث إلى المضمر الفائز جيمس نيلور وكأس الشوط الرابع إلى المالك الفائز إبراهيم العفو وكأس الشوط السابع إلى محمد خالد عبدالرحيم فيما قام الشيخ سلمان بن راشد الخليفة المدير التنفيذي لنادي راشد الفروسية والسباق الخيل بتقديم كأس النادي إلى المضمر الفائز جيمس نيلور هذا وقد أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليف اعتزازه وحرصه على ترجمة التوجيهات السامية من لدى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى الفارس الأول والداعم الأكبر للفروسية في المملكة بضرورة الاهتمام ودعم مختلف رياضات الفروسية والخيل في المملكة بما يسهم في المحافظة على مكانتها الأصيلة في تاريخ مملكة البحرين والعمل على تطويرها نحو أفضل المستويات مشيرا سموه إلى حرصه على دعم الجهود والخطوات التطويرية التي يقوم بها نادي راشد للفروسية وسباق الخيل برئاسة الرئيس الفخري للنادي سمو الشيخ عبدالله بن عيسى الخليفة ورئيس الهيئة العليا للنادي سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وذلك للارتقاء برياضة سباق الخيل في المملكة وانعكاساتها الإيجابية على ارتفاع مستوى السباقات المحلية من خلال اهتمام الملاك بجلب جياد ذات مستويات عالية ومشاركة نخبة من الفرسان العالميين والمحترفين وتحقيق عدد من الملاك انتصارات مميزة خلال مشاركتهم في سباقات الخيل الخارجية وآرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن سعادته بالنجاح التنظيمي الذي ظهر به سباق الخيل الذي أقيم على كؤوس سموه وكؤوس أنجله الكرام سمو الشيخ شيمة بن تناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ حمدان بن ناصر بن حمد آل خليفة مشيدا سموه بالجهود التي بذلها نادي راشد للفروسية وسباق الخيل في سبيل إنجاح تنظيم هذا السباق كذلك بالمستويات والمنافسات المثيرة التي شهدتها أشواط السباق والتي عكس تطور مستوى رياضة سباق الخيل واهتمام وجهود ملاك الخيل والاستعدادات الكبيرة للاستبلات المختلفة معربا عن تهاني سموه وأنجاله الكرام لجميع الملاك والمضمرين والفرسان الفائزين بكئوس السباق موسيقى موسيقى